ما شاء الله عالمي مجالس الدرس لقيت نحمد الله تعالى على أنه وفقنا لعقد مجالس الدرس على المستوى العالمي في هذا الوقت بالذات هناك أحمديون موجودون في اليابان وفي قرى ومدر مختلفة في باكستان مثل ربوتا وكاراتشي والأهور وغيرها وكلهم يظنون أنني أراهم هذا صحيح بالفعل وإنني أرى أيضا بعضهم أحيانا وإن كان وهلي يذهب مذاهبا في أثناء شغالي في مختلف الأعمال ومع ذلك يبقون في فكري وخاطري إذ يخطر ببالي الجالسون في أماكن مختلفة وأفكر في كيفية استماعهم الدرس كنت أفكر صباح اليوم ما أعظم قدرة الله تعالى غير أننا لم ندرك إلى الآن كيفية تحقق هذه المعجزة العظيمة بعمق كما يجب وإن كان الناس يشعرون بعظمتها إلى حد ما ويكتبون إلي ويقولون كأننا نرى حلما الواقع أنه منذ أن خلقت الدنيا لم يحدث قط أن ألقي درس القرآن الكريم على المستوى العالمي على هذا النحو وقد وضع الله تعالى أساس التحقق نبوئتي ليظهره على الدين كله عن طريق الجماعة الإسلامية الأحمدية في العصر الراهن وأثبت أي من خدام النبي صلى الله عليه وسلم سيوفقهم الله لنشر الدين بينما لم يوفق لهذا الأمر أحدا من العالم الواسع ومن القوى الكبرى وقد أثبت عز وجل أن القرآن الكريم كتاب عالمي وهو دون غيره على الإطلاق الذي يتم درسه على المستوى العالمي للكتاب المقدس أو أي كتاب آخر هناك أقوام كثيرة وهناك ثروات هائلة يملكها الناس ولم يوفق أحدا منهم للقيام بهذه المهمة لذا فهذه الأيام تتطلب منا أن نشكر الله تعالى بكل قوة وكثرة عندما يصاب الإنسان بالمصائب يتوجه إليها ويهمل الدعاء بل ويهمل الشكر على النعم أحيانا علما أن مستوى الصبر متدن جدا في هذا العصر غير أن حالة الشكر مستولية على الجماعة الإسلامية الأحمدية على المستوى العالمي لذا آمل أن أفراد الجماعة سيتوجهون إلى الدعاء بوجه خاص هناك فتن تطل برأسها وهناك أنواع الحسد تتفجر من هنا وهناك وهناك محاولات كثيرة لإغلاق قناتنا ولكن ما فتحه الله تعالى لا يمكن لأحد إغلاقه فعليكم أن تستمروا في الدعاء وستظل هذه السلسلة جارية بفضل الله تعالى لقد ذكرت في درس البارحة ترجمة شطر من بيت معناه لقد ضح الحسين رضي الله عنه بحياته ولكن لم يضع يده في يد الظالمين هذا تعبير شائع بين الشيعة ويقدمونه بحق الحسين رضي الله عنه بكل قوة وافتخار في النظم والنثر عندما ذكرت هذا البيت البارحة كان السيد عبيد الله عليم يفعل شيئا خفيا ولم أفهم ماذا يفعل ثم أخبرني صهري فيما بعد أنه كان يحاول أن يتذكر ما قبل ذلك البيت وما بعده ثم كتب لي الأبيات كاملة وترجمتها كالتالي الحسين ملك وهو دين وهو ملاذ الدين لقد ضح الحسين رضي الله عنه بحياته ولكن لم يضع يده في يد الظالمين الحق أن الحسين هو بناء لا إله إلا الله أقول الحق أن الحسين بناء لا إله إلا الله وروح هذه الأسوة هي أن الخضوع لغير الله غير جائز بأي حال هذه ليست مبالغة بل هي الحقيقة الحقة هذه الروح أي عدم الخضوع لغير الله بأي حال ولو بتضحية كل شيء بحيث يمكن أن يقطع الرأس ولكن لا يمكن أن يخضع أمام غير الله هذه الروح هي روح الصدق وهذه هي روح كربلاء لذلك لعلني قلت ذلك أكثر من مرة ألا تنسوا كربلاء بالله عليكم وإن عظمتكم تكمن في إبقاء تلك الروح حية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ اتَّوَلَّا مِنْكُمْ يَعْمُلْتَقَ الْجَمْعَانِ إِنَّ مَسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ مَسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا تَسَبُوْ وَلَقَدَ فَاللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ قَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَيْخُوَانِهِمْ إِذَا ضُرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُهْجِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا بَصُوِيرٌ كان الحديث البارحة جارياً حول هذه الآية والآن أقدم ترجمتها الأردية مرة أخرى على سبيل التذكير جو اس وقت پیچ دکھا گئے جبکہ دو لشکروں کا ٹکراو ہوا اِنَّمَا اِسْتَذِلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِلَا شُبَى اس وقت ان کو شیطان نے کوشش کر کے پسلایا تھا اور جو حربے اس کے پاس تھے وہ حربے استعمال کرتے ہوئے بڑی کوشش سے آخر ان کو پسلانے میں کامیاب ہو گیا ببعض ما قصبو اس لئے نہیں کہ نعوذ بالله وہ کافر تھے بل کہ بعض کمزوریوں سے فائدہ اُتھات نجح الشيطان في اغوائهم ولكن ليس لأنهم كانوا كفاراً او ملحدين والعياذ بالله بل استغل بعض نقاط الضعف التي كانت فيهم ولم يكن ذلك الضعف مما لا يعفو الله عنه وصار جزءاً لا يتجزأ من طبيعتهم لذلك قال الله تعالى عفى الله عنهم لأنه غفور رحيم وهو حليم أيضاً أي يعفو ويغفر عن خطأ يتوقع تداركه فيما بعد وهو لا يحكم متسرعاً ففي ذلك بشارة بالعاقبة الحسنة لهؤلاء وقيل بأنه صدر منهم خطأ ولكن عليكم ألا تضيعوه وإن فعلتم ذلك لأفسدتم عاقبتكم لأنه تعالى يقول بأنه قد غفر للمخطئين لأنه غفور رحيم بعد درسي البارحة لقيني بعض الأولاد الصغار الذين كانوا من عائلات تحكي الأردية وإن كانت لغتهم ضعيفة فسألتهم هل فهمتم شيئاً من الدرس وكانت إجاباتهم ممتعة فقال بعضهم بصراحة أنهم لم يفهموا بعض المصطلحات المستخدمة لذا يفضل أن تلقوا عليها ضوءاً وقال أحدهم كنت قد وضعت في إحدى أذني سماعة الترجمة الإنجليزية وفي أذني الأخرى سماعة اللغة الأردية فسألته لماذا فعلت هذا؟ قال أفهم الأردية إلى حد ما وإذا لم أفهم كنت أسمع الترجمة الإنجليزية قلت لماذا كنت تفعل ذلك في آن معاً؟ قال لا أتمتع بالترجمة جيداً لا شك أن المترجمين يفذلون قصار جهدهم ولكن الترجمة لا تساوي الأصل بأي حال لذا في أكثر الأحيان أسمع الأردية وإن لم أفهم منها شيئاً أتوجه إلى الترجمة هذا الشاب كان من مواليد هذا البلد وقد ترعرع هنا لذا سأشرح بعض المصطلحات قليلاً من أجل أمثاله أولاً وقبل كل شيء نرى ما معنى التبرأ في مصطلح الشيعة السائد في القارة الهندية ثم سنبدأ الحديثة حيث تركناه وهناك مصطلح التقية علماً أن هذا مصطلح جيد وإذا فكرنا فيه بالتقوى لن يرد عليه اعتراض وهناك معنى آخر له وهو رائج عملياً في الشيعة كلهم وهناك نصوص كثيرة بهذا الشأن في كتبهم التعريف لهذا المصطلح الذي قلت أنه لا يرد عليه اعتراض بيانه كما يلي المؤمن الذي قلبه مطمئن بالشريعة وقام بالنفاق ظاهرياً خشية عدو الدين فسيعد متديناً أقول لا اعتراض على هذا الجزء من تعريفها أي أن لا يجد المرء في نفسه بسبب ضعفه أو اضطراره قدرة على معارضة العدو علناً خشية منه أو لا يقدر على إظهار حقه بشاطئ أن يفعل ذلك ضمن حدود الشريعة ولا يخرج عنها وأن لا يقول شيئاً ينافي الشرع فإذا كان هذا هو معنى التقية فهو جائز ولكن هذا التعريف ينطبق على أدنى درجات الإيمان ولكن النصوص التي يقدمها الشيعة في تأييد موقفهم فإنهم يفعلون ذلك واضعين في حسبانهم الآية التي ضرب فيها مثل أدنى المؤمنين إيماناً ولم يذكر أعلاهم وأفضلهم إيماناً اسمعوا الآن كيف غيروا التقية إلى شيء آخر وقد نسبت إلى الإمام جعفر الصادق وإلى غيره من الإئمة بعض الأمور التي تؤلم الإنسان كثيراً وتنشئ الهلع في القلب إذ يتساءل الإنسان مستغرباً كيف يمكن للأئمة الكبار والمقدسين مثلهم أن يكونوا قد قالوا ما يقوله الشيعة اليوم علماً أن هذه الأمور تتوافق مع طبائع الشيعة المعاصرين أكثر من توافقها مع طبائع هؤلاء المقدسين اس آيات کی تفسير میں أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا قالا بما صبروا على التقية ويدرعون بالحسنت السيئة قال الحسنتو التقية والسيئة الازعاه قال ابو عبدالله علیہ السلام يَا أَبَا عُمَيْرَ إِنَّ تِسْتَ آشَارِ الدِّينِ فِي تَقِيَتِ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَ لَهُ وَالتَّقِيَتُ فِي كُلِّ شَيْنِ إِلَّا فِي نَبِيزِ وَالْمَسِي عَلَالْقُفَيْنِ الوصول من الجامع الكافي كتاب الإيمان والكفر كتنها كآية الكريمة أولئك يؤتونا أجرهم مرتين بما صبروا جسك تجمع هي هيك يؤتونا أجرهم مرتين ثم يقولون إن معنى الآية هو أنهم صبروا على التقية أي تمسكوا بها ولم يتخلوا عنها بأي حال يقولون سيجزون مرتين لأنهم أبدوا إيمانا ضعيفا ولم يتقدموا إلى مرحلة تالية هذا هو الصبر عندهم معنى الصبر أن يتمسك المرء بحالة معينة وهذا الأمر يحبه الله تعالى لدرجة أنه يقول بأنه سيعطيهم أجرهم مرتين فمعنى التقية ألا يقدر الإنسان على بيان الحق خشية العدو فالسكوت مسموح ولكن يجب أن لا يكون مخالفا للشريعة فإذا كان أحد مضطرا فالله تعالى سيعفو عنه ولا معنى للتقية أكثر من ذلك ولكن الشيعة يقولون أن التقية أمر مهم جدا لدرجة أن يقول الله تعالى أن الذي يتمسك بالتقية ولا يحيد عنها مدى حياته سيعطيه الله أجره مرتين أما المؤمنون الذين يعلنون إيمانهم ويقدمون التضحيات ويؤذون في سبيل الله فسيعطون أجرهم مرة واحدة ثم يقولون إن للدين عشرة أجزاء والتقية تسع أجزائه ولم يبقى من الإيمان دون التقية إلا جزء واحد لذا يجب عليكم التمسك بالتقية وهذا يكفيكم أي الجزء المتبقي يحتوي على العبادات وحقوق العباد وغيرها فقط فقد ورد في الأصول الكافي قال أبو عبد الله عليه السلام التقية من دين الله وجاء في فضائلها والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية أي إلى الإمام جعفر أقول إنهم ينسبون هذه الأمور إلى أئمتهم ولا يستحيون مما يفعلون الحق أن هؤلاء الأئمة يحتلون مكانة عظيمة لدرجة أنه لا يمكن الشك في تقواهم وهم واصلون إلى الله تعالى ولكن هؤلاء الناس لا يتورعون عن نسب الأقوال اللاغية إليهم إذ ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية أي ما من شيء أحب إليه على وجه الأرض من كتمان الإيمان ثم ينسبون إليه أنه قال ما معناه أيها الحبيب من قام بالتقية رفع الله مرتبته ومن لم يفعل ذلك أسقطه الله أي من أعلن إيمانه سوف يخزى ويهان وأيها الحبيب إن الأعداء في هذا الزمن حائزون على السكينة إلا أنه عندما يظهر حضرة حجة الله عندها تترك التقية وأنني أتساءل إذا كانت التقية شيء عظيما إلى هذا الحد فلماذا ستترك؟ من الغريب حقا أن يترك شيء عظيم مثل التقية في زمن الإمام المهدي عليكم أن تركبوا إحدى السفينتين إما أن تقولوا أن أفضل وأعلى ما أعطاه القرآن الكريم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقية وكانت تشمل تسعة أجزاء من أجزاء الدين العشرة وكان العمل بها يضمن ارتفاع الدرجات وكنتم تردون إلى درجات دنيا لعدم الإيمان بها والغريب في الأمر أنه سيظهر إمام عظيم الشأن ولكن ماذا ستكون مهمته؟ إلغاء التقية أي سيلغي تسعة أجزاء الدين ولن يبقي إلا جزءا واحدا؟ إنها لفكرة غريبة حقا إن حالة التقية هي حالة دنيا والحالة العليا هي أن يعلن المرء إيمانه ولكن لم يأتي ذلك الزمن بعد أي كان الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الإمام المهدي عليه السلام في حالة دنيا وستظهر عظمته الحقيقية عند ظهور المهدي أي ذلك الجزء الواحد من الدين وهو التقوى وخشية الله وإعلان المرء اعتقاده على الملأ دون خشية العالم سوف يغلب على بقية أجزاء الدين الأخرى كلها آملوا أن أبناء الجين للناشئي يكونوا قد فهموا قصدي وإن لم أجد كلمات سهلة الفهم لهم لأن الشباب الذين ذكرتهم قبل قليل قالوا أنه عندما تعيد الكلام مرة أو مرتين يفهمون ما أقول والآن إليكم النصوص بهذا الخصوص يقول أبو عبد الله عليه السلام علما أن الشيعة يستخدمون مصطلح عليه السلام بحق أئمتهم وغيرهم من الصلحاء أيضا ما معناه تمسكوا بدينكم وأخفوه بواسطة التقية لأن الذي لا يعمل بالتقية لا إيمان له ثم ورد ورد عن أبي جعفر من قول الله تعالى لا تستوي الحسنة ولا السيئة قال الحسنة التقية والسيئة إضاعته يقول الله تعالى لا تستوي الحسنة ولا السيئة أي كيف يمكن أن يكون الشيئان متساويين مع بعضهما بعضا لا مستحيل يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فيقول الشيعة إن المراد من الحسنة هنا التقية وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية الأصول من الجامع الكافي كتاب الإيمان والكفر صفحة 483 هذا يعني أن الجزء الوحيد من عشرة أجزاء الذي كان قد بقي من الدين مع عدى التقية أيضا أفلت من اليد لأن الله تعالى بحسب زعمهم يقول أنا أحب التقية فقط فما أعظم شأن التقية ولكن عندما سيأتي الإمام المهدي يقضي على التقية فكأنه لم يبقى في اليد شيء فهل بقي من الدين شيء أي سيقوم الإمام المهدي بأمور غير مرغوب فيها نعوذ بالله من ذلك أي سيقول ما يبغض الله كثيرا وذلك بحسب زعمهم وإلا لا يمكن أن يقول المهدي مثل هذا الكلام أبدا والآن اسمعوا أدلتهم في تأييد التقية بحسب زعمهم يقولون لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقية هذا دليلهم الأول ولكن كيف فعل صلى الله عليه وسلم ذلك يقولون أنه شطب كلمة رسول الله وبسم الله عند كتابة ميثاق صلح الحديبية وهذه تقيته أقول إذا كانت هذه هي التقية فهي مسموح بها ونحن نوافق عليها مئة بالمئة وإن لم تشكل تسعة أجزاء من الدين بل تشكل جزءا واحدا وقد قابله النبي صلى الله عليه وسلم كارها كان ذلك طرارا لم يكن له حل نظرا إلى تعاليم القرآن الكريم القرآن يعلم العدل ولا يعلم كتمان الدين وفي هذه الحالة لم يكن الأمر يتعلق بكتمان الدين قط هذه الفكرة كذب محض بل الحق أن وفدا من العدو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإبرام الميثاق وكتب الميثاق بإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها بسم الله الرحمن الرحيم وشهادة أن محمدا رسول الله ولكن العدو رفض التوقيع عليه لأن توقيع الجانبين عليه يعني أنهما يصدقان كل كلمة وردت فيه فأي عدل هذا أنكم أيها المسلمون تنسبون دينكم إلينا وتكرهوننا على تصديقه ولكننا لن نفعل ذلك ثم انظروا إلى مستوى عدل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ساخطين من شطب تلك الكلمات وقالوا لن نشطبها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف نشطبها حتما هذا هو العدل للعدو اعتقاداته ولكم اعتقاداتكم ولكم أن تحتفظوا بمعتقداتكم لأنفسكم فقط وأعلنوها كما ترون ولم يمنع صلى الله عليه وسلم الصحابة من إعلانها ولم يقل بأننا نتوب عن الإقرار بأن محمدا رسول الله ولم يقل أن محتوى بسم الله الرحمن الرحيم خطأ بل قال صلى الله عليه وسلم الكفار لا يعتقدون بمعتقداتنا ونسلم بحقهم هذا ولأن الفريقين سيوقعان على المتاق لذا يجب أن تشطب تلك الكلمات فأين التقية في هذا بحسب فكرتهم بالتقية بل هذه أسوة عظيمة في إقامة العدل لم تطلب التضحية في ذلك المقام من أجل المسلمين بل من أجل العدو فقد انقلبت الأمور رأسا على عقب إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم التضحية من الكفار من أجله ثم يقولون أن الدليل الثاني في تأييد التقية في القرآن هو من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة من فعلوا ذلك وسلوكهم هذا محفوظ في أوراق التاريخ أقول السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل هذه أعلى درجات الإيمان أم أدناها التي نناقشها مما لا شك فيه أنها أدناها يقول الله تعالى أنه يعلم أن قلبهم مطمئن بالإيمان ويعلم أنهم مكرهون وثبت قطعيا أنهم لم يملكوا خيارا وكانوا ضعفاء نفسيا وجسديا وهذه الأمور كلها كانت خارجة عن نطاق احتمالهم إذن الحديث هنا يدور حول كيفية تعذيبهم على يد الظالمين الإكراه هنا يعني التعذيب أي قد أكره على الإدلاء بهذا البيان كما نرى في هذه الأيام أيضا أن بعض الأحمديين يقلدون أحيانا قلائد الورود في مساجد غير الأحمديين ويكون السبب في ذلك أنهم كانوا قد تفوهوا بكلام ضد المسيح الموعود عليه السلام مكرهين وتكون النتيجة أن الذين كانوا يضربونهم بالنعال قبل قليل قلدوهم الآن بقلائد الورود ثم يأتي هؤلاء المكرهون باكين ويستمرون في إرسال الرسائل طالبين العفو هذا هو مثال الإكراه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة أنني قد أكرهت بشدة وأوذيت إذاء شديدا حتى خرجت من لساني كلمات مسيئة ضدك يا رسول الله وإن حياتي قد صارت جحيما منذ ذلك الحين فهل إلى مغفرتي من سبيل؟ هذا هو معنى الآية المذكورة آنفا أي أن يكون المرء مكرها لا خيار له وكان تحمل الظلم يفوق قدرته ولكن قلبه يكون مطمئنا تماما فيقول الله تعالى عن هؤلاء الناس أنه لن يعاقبهم وإن لم يذكر لهم أي جزاء بل الحديث يدور حول العقاب فهل سيعاقبهم أم لا؟ الشيعة يقولون انظروا ها قد ثبت جواز التقية صحيح أن النوع المذكور من التقية جائز ومع ذلك هذه أدنى درجات الإيمان وهناك خطر أنه إذا صدر من هذا الشخص ضعف ولو قليلا يمكن أن يسقط في الجحيم والله تعالى هو الذي سيقرر فيما إذا كان الاضطرار حقيقيا أم لا وكان قلبه مطمئنا تماما أم لا ثم يضرب الشيعة مثالا آخر حول هذا الموضوع بذكر الآية قَالَ رَجُلٌ مُمِنٌ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَقْتُمْ إِمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَعَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوْ قَاذِبًا فَعَلَهِ قَاذِبًا وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَالْزَادِ أَلْبُومٍ آيَةُ أُدْتِيسَ آلِ فِرَوْنَ مِنْ سَيْا إِكْ أَيْسَا شَخْصُ بِيْتَا جو إيمان ليايا مگر إيمان كُن شُبَاتا فِرْتا يَكَتْنِ دِكُوْ تَقْيَةُ ثَابِتُهُ يقول أهل التشيع انظروا قد ثبتت التقية من كتمان هذا الشخص إيمانه أقول إذا كان هذا الأمر يؤيد التقية فاعلموا أن الله تعالى لم ينظر إلى كاتم الإيمان بنظرة الاستحسان بل قد جاء الاستحسان بحقه إذ قال عز وجل عنه أنه كان غيورا جدا لدرجة واجه الخطر على الرغم من كتمان الإيمان ولم يستطع أن يتحمل أن يعذب شخص كان قد آمن به نبيا ونهض فورا وقال كلاما حكيبا إذن ذكر هنا صاحب إيمان أدنى ومع ذلك تقدم إلى الأمام عند الإبتلاء بدلا من التقاه قري وأعلن ما كان كاتما ولكن هذه أدنى حالات الإيمان وليست أعلىها لم يطبق القرآن الكريم هذا المثل على المؤمنين الذين أراد الله أن يخلقهم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه سيرة المؤمنين السابقين أما مثل المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضربه الله تعالى بذكر إمرأتين إحداهما إمرأة فرعون والأخرى السيدة مريم إن مثل إمرأة فرعون هو أنه كان فرعون هذا أكثر ملوك الدنيا استبداداً وظلماً ولم يكن له في زمانه نظير في الظلم والاستبداد ولكن إمرأته أعلنت إيمانها مع كونها في بيته وثبتت عليه وظلت تدعو الله تعالى للتوفيق وأن يعطيها بيتاً في الجنة وهذا مثال على أدنى درجات المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت إمرأة فرعون في بيت ملك مستبد لا حول لها ولا قوة ومع ذلك آمنت بموسى وأعلنت أنه صادق وأنها مؤمنة به لماذا لا ينظر الشيعة إلى هذا المثال ويتمسكون فقط بشخص كان يكتم إيمانه ومع ذلك لم يكن ضعيف الإيمان إلى حد كبير لأنه كتم الأمر إلى وقت محدد وكان ذلك قبل اضطهاد فرعون وملائه لموسى لكنه نهض في الوقت المناسب وقال للظالمين إنكم مخطئون تماماً ولا يمكن أن أؤيدكم يبدو أنه كان من أصحاب النفوذ الكبار وقد يكون من أقارب فرعون ولعله كان قد آمن متأثراً بالسيدة آسيا إمرأة فرعون التي جاء ذكرها في القرآن الكريم كانت هذه السيدة شجاعة إلى حد ما ولكن الله تعالى أعطاها شجاعة ببركة إيمانها ولماذا لم يضرب القرآن الكريم برجل كان يكتم إيمانه ولماذا ضرب مثل السيدة آسيا كان السبب وراء ذلك أن الله كان يؤكد أنه يريد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على أقل تقدير أرفع مقاماً من إمرأة ضعيفة من أمة موسى وأن لا يكون أضعف منها إيماناً بأي حال لأنها حافظت على إيمانها على الرغم من ضعفها وظلت تدعو الله تعالى لكي يستجيب أدعيتها والمثل الثاني الذي ضربه القرآن الكريم هو مثل السيدة مريم وربما يبدو غريباً في الظاهر أن يضرب الله تعالى مثالين في الأمة المحمدية للأنتيين لأن النساء ضعيفات عادة وتغلبهن العواطف والرغبات والخوف أحياناً فيقول الله تعالى أنه إذا كان لا يصدر الضعف من المرأة في سبيل الإيمان بي أو الإيمان بنبي عصرها فلا يليق بعظمة الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينحدروا إلى هذا الحد هناك أناس يريدون أن يرفعوا من منازلهم نتيجة أهوائهم ويعتقدون في أنفسهم أنهم نالوا مراتب روحانية عالية جداً وبالنتيجة يرون بعض الرؤى أيضاً ويمرون بتجارب يزعمون بسببها أنهم حائزون على مرتبة عالية فعلاً يقول الله تعالى أنظروا إلى مثال مريم فإن أفكارها كانت نزيهة من كل درن وشين وكانت بريئة عن أمان النفس كلها وموقوفة في سبيل الله تعالى كلياً الإبن الذي أعطاه الله تعالى لم تعطه نتيجة الرغبات الشخصية وكان الإبن أيضاً نزيهاً عن كل عيب ونقيصة لماذا؟ لأن عواطف أمه وأمانيها وأفكارها كانت نزيهة تماماً عن رغبات النفس وأهوائها وكانت قد نظرت نفسها لله وحده ثم قال فنفخنا فيه من روحنا ولم يقل الله أنه نفخ الروح في هذه المرأة بل قال نفخنا من روحنا في الإبن الذي كان في بطنها وقد ضرب هنا مثل فقال إن أدنى مثال لكم هو مثال آسيا فحافظوا على إيمانكم في كل الأحوال كما حافظت هي على إيمانها فإن فعلتم لنلتم المرتبة العليا التي نالتها إمرأة أي يمكن أن يهبكم الله مراتب عليا ولكن لن يحدث ذلك نتيجة أهوائكم النفسانية وإن أمانيكم الشخصية لن تتحول إلى مراتب حقيقية بل ستنالون تلك المراتب بمحض فضل الله تعالى كما أعطى مريم مرتبة عليا ولكن لماذا لم يضرب سبحانه وتعالى مثل المسيح وضرب مثل مريم السبب في ذلك أن المسيحية تبدأ من مريم إن الحالة المريمية هي التي ظلت تتطور حتى انقلبت إلى حالة المسيح هذا ما بينه المسيح الموعود عليه السلام عن نفسه حين قال أنه كان في حالة مريمية في البداية ثم طرأت عليه حالة الآلام والمصائب ولم يكن له في ذلك أي خيار ثم نفخ الله فيه روحا عيسوية ولكن الناس يسخرون من ذلك ويستهزئ به الجهلاء في هذا الزمن ويقولون انظروا أنه قد تحول إلى امرأة أولا ثم صار رجلا فيما بعد أقول لماذا لا يقرؤون القرآن يقول القرآن الكريم أنه لا بد لكل مؤمن أن يكون بمنزلة امرأة أولا ويتحتم عليكم أن تسلكوا سبيل إحدى المرأتين وإلا لن تكونوا مؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي إما أن تحافظوا على إيمانكم على الأقل بقدر ما حافظت به آسيا أو يجب أن تجعلوا أمانيكم ورغباتكم نزيهة من كدورة النفس وأهوائها كليا كما فعلت مريم عندها ستنالون مراتب روحانية من الله تعالى وينفخ الله فيكم الروح هذا هو المعنى الحقيقي لما قاله القرآن الكريم ويصل هذا المعنى الجميل إلى أعماق القلوب ويسري في الكيان كله أتساءل أين هذا المعنى من تقية يتمسك بها الشيعة إذ يقولون أنه ما دام هذا المثال موجودا لذا ننسب الإيمان الأدنى إلى كبار الصلحاء والأتقياء منا الذين يتحلون مراتب عليا هذه إساءة كبيرة إلى سيدنا علي رضي الله عنه مما تجعل الإنسان حيرانا مشدوها وتقشعر الجلود بمجرد التفكير فيها ولكنهم لا يخشون الله قط حين يطبقون مثل مؤمن يكتم إيمانه على سيدنا علي رضي الله عنه ويقولون انظروا ما أعظم التقية التي قام بها علي رضي الله عنه ولكن ماذا كان رضي الله عنه يفعل من قبل حين كان يذهب في ميدان الوغى ولا سيما حيث كان القتال على أشده وكان يقاوم الموت ويهزمه وكان يكسر السيوف المسلولة كلها هل نسيتم حكايات سيف علي رضي الله عنه وما صدر منها من العجائب لماذا لم يقم بالتقية حين ذاك إنكم تستخدمون شهادة تاريخ حياة علي رضي الله عنه كلها ضده صحيح أن الله تعالى يأذن بكتمان الإيمان في بعض الحالات ولكن بشروط معينة ومع ذلك فإن هذا الأمر غير مستحسن ويخشى أن يبطش الله بصاحبه إذا شاء ويعفو عنه إذا شاء أما أنتم فتنسيبون إلى كباركم حالة مكروهة ومثلكم كمثل شخص صالح أرسل ابنه للتجارة لأن هذا الصالح لم يكن راغبا في الدنيا فقال لابنه أن هناك قافلة تجارية على وشك الرحيل فاذهب معها لتكسب خبرة وتزداد شوقا فأعطاه بعض المال وأرسله مع القافلة نزلت القافلة في طريقها تحت شجرة ضليلة من أجل الراحة وبينما كان الشاب جالسا تحتها وإذا به يرى أسدا مقبلا يجر سيده فانتحى به جانبا يلتهم منه حتى امتلأ بطنه حيث أخرج قلبه وكبده وأكلهما وأخفى بقية الصيد يأكله في وقت آخر وانصرف وعندما ابتعد الأسد رأى الشاب ثعلبا كسيحا يجر جسمه لمرض أصابه وأكل ما تركه الأسد حتى امتلأ بطنه استغرب الشاب لهذا المشهد وقال في نفسه يا سبحان الله هو يرزق كل كائن حي فلماذا أتكبد المشاكل في سبيل كسب الدنيا؟ مادام الله قد فرض الرزق على نفسه فلماذا أتعب؟ عاد إلى بيته ووزع ما كان يملكه من النقود على الفقراء وجلس في البيت صفر اليدين عندما رأاه أبوه على هذا الحال قال له مستغربا ما هذا الذي فعلته؟ كنت قد أرسلتك للتجارة فذكر له الشاب القصة وما استنتج منها قال أبوه صدقت ولكن كنت أنوي شيئا آخر لم أرد لك أن تكون ثعلبا يأكل بقية الأسود بل أحببت أن تكون أسدا لتأكل الثعلب من بقيتك أقول إن عليا رضي الله عنه أسد الله ولا شك في كونه أسد الله ولكنكم تجعلونه ثعلبا ولا تستحيون أين إيمانكم؟ لماذا لا تخشون الله؟ الذي جعله الله أسدا وكان العالم يأكل من بقيته قد جعلتمه ثعلبا يأكل من بقية الآخرين؟ هذا ما يتبين من تصرفكم إذ تقولون أن عليا رضي الله عنه رأى حقه بالخلافة يغصب ورأى الوصية التي أوصاها الله بحقه تنتهك ورأى أن ظالما جلس على كرسي السلطة غاصبا جميع حقوقه ولكنه رضي الله عنه ظل يداهن ويخضع أمامه من أجل مصالح الدنيوية ظل يطالب بحديقة الفتك ولكن لم يطلب منصبه قط ولا مرة واحدة اقرأوا التواريخ التي دونها الشيعة اقرأوا كتبكم لم أذكر نصا لأهل السنة بل لم يرد في أي تاريخ للشيعة أن عليا طالب بحقه في الخلافة ولم يرد في أي من أحاديثهم أنه خطرت الخلافة ببال علي رضي الله عنه فجأة فنهد وقال يا أبا بكر عليك أن تعيد لي أولا حقي الذي أعطاني الله ثم يمكن أن ندخل في نقاشات أخرى إذن هذا هو أسد الله عندهم والعياذ بالله قد حولوا أسد الله إلى شيء آخر تماما هذا ما يفعله مريدوه الذين يدعون حبه رضي الله عنه ومن ناحية أخرى فإن هناك ادعاءات أخرى لهم تقول إن علي كان إلها ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عبده والعياذ بالله هذه هي معتقداتهم بل هناك معتقدات أسوأ منها أيضا ولكن لا نريد أن ندخل فيها إذ من الجهل أن يثير المرء الناس ببيانها وهناك من اتخذ عيسى بن الله واتخذ كريشنا إلها كم من أناس نخاصمهم في العالم لذا ما ليس في يدكم فلا تمد إليه أيديكم بل اتركوها لله تعالى فعندما أذكر هذه الأمور لا أريد أن أثير أحدا ضد الشيعة ولا أرى هذا التصرف جائزا إن هؤلاء المساكين منحرفون عن الطريق وهم إخوتكم فعليكم أن تنصحوهم وقدموا لهم أدلة عقلية وحاولوا أن تنقذوهم من الضلال كيفما اتفق هذا كل ما في يدنا هذه هي مكانة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نتجاوزها إنما علينا تقديم النصح ولم نجعل مسيطرين عليهم لنبطش بهم ونعاقبهم ونسجنهم أو نشنقهم هذا تعليم خاطئ يروج اليوم في باكستان في هذه الأيام صحيح أن للشيعة عقائد يقشعر لها أبدان المؤمنين حتما وينشأوا في طبعهم اضطراب ويقولون عفويا ما هذا الذي يفعلون إنا لله وإنا إليه راجعون لقد تحدثت عن التقية والآن إليكم تفصيل التبرئة وما معناها هناك نصوص كثيرة بهذا الشأن وسأنتقي بعضا منها فقط النص الذي قرأته البارحة ذكر فيه سيد مير أحمد علي التبرئة وقد استخدم بهذا الشأن كلمة إنجليزية ريفايل ولها المعنى نفسه يقول سيد مير أحمد علي ما معناه لم تكن التبرئة أي السب والشتم بحسب مصطلح الشيعة السائد في القارات الهندية ضرورية عندما خانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا رسول الله وفعلوا ما فعلوا أي قفزوا على الجبل من سخرة لم نشتمهم ولكن حين رأينا أنهم غصبوا خلافة علي فكان ذلك فوق احتمالنا فوجبت علينا التبرئة أي شتمهم والآن اسمعوا ما هي التبرئة وذلك من كتاب حق اليقين لمحمد باقر مجلسي فصل الثمانية عشر صفحة خمسمائة وتسعة عشر طبعة إيران وسأقرأ الترجمة من الفارسية إن اعتقادنا عن التبرئة هو أن التبرئة عن الأصنام الأربعة أي أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم هي جزء أساسي لعقيدتنا أي هذه هي الأوثان الأربعة التي يعتبرون التبرئة منهم هي الجزء الأساسي من دينهم كذلك التبرئة من أربعة نساء أي عائشة وحفصة وهند وأم حكم وكذلك التبرئة من كافة أتباعهم وأصحابهم ولكن من هم أصحاب عائشة وحفصة لا حياء لقائلي هذا الكلام ولا يفكرون ماذا يقولون ولا ينتبهون إلى ما يصل قطع هذا السيف ثم يقولون إننا نعتقد أن هؤلاء الناس أسوأ خلق الله أستغرب أن قائلي هذا الكلام مسلمون عند المشايخ أما نحن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية فلسنا مسلمين عندهم نحن الذين تذرف قلوبنا دماً بسماع هذا الكلام لأننا غارقون في حب الصحابة من قمة الرأس إلى أخماس الأقدام نحن غير مسلمين بحسب تعريف المسلم في باكستان أما قائلوا هذا الكلام أي الشيعة فهم مسلمون وهم الذين يقولون أن هؤلاء العظام المذكورين من الخلفاء والصحابة أسوأ خلق الله والعياذ بالله ثم يقولون نحن نعتقد أيضاً أنه لا يتم تقدير عظمة الله ورسوله وصدق الأئمة ما لم تتم التبرئة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة هذا وهناك عدة نصوص أخرى حول هذا الموضوع ولكن لا أستطيع أن أحول الدرس مناظرة مع الشيعة بل أقوالهم أثارت النقاش عرضاً في أثناء الدرس ولكن ما داموا ينسبون هذه الأمور إلى القرآن الكريم ويستنبطون بحسب زعمهم من الآيات قيد النقاش لذا اضطررت إلى هذا البيان الوجيز إذ لا يمكنني أن أتجاوز عن معتقداتهم الخاطئة واستدلالهم الذي يحرف معاني القرآن الكريم ما هو اعتقاد الشيعة اعتقادهم هو أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان الذين نقول بحقهم رضي الله عنهم كلهم قد انحرفوا عن الإسلام ما عدى الخمسة المطهرة ويحتلون مكانة المنافقين والعياذ بالله وأن القلفاء الثلاثة الأوائل كانوا غاصبين وبالتالي فشتمهم ليس جائزاً فقط بل هو ضروري وواجب هذا هو ملخص اعتقاد الشيعة الذين يشكلون عموداً من أعمدة الإسلام ويشكلون إحدى الفرق الاثنين وسبعين الذين صدقت حكومة باكستان وقانونها على صدقهم قولوا بالله عليكم ألا يستنتج من ذلك استنتاجاً منطقياً أن هذه المعتقدات كلها تحافظ على صاحبها في دائرة الإسلام بحسب قانون باكستان؟ ولا أحد يستطيع أن يقول عن أصحابها أنهم غير مسلمين؟ كيف يمكن الهروب من هذه النتيجة وقد وضع قانون باكستان خاتمه عليها؟ أهل الشيعة كلهم مسلمون مع هذه المعتقدات ويشكلون عموداً من أعمدة الإسلام؟ أي إذا كان أهل السنة عموداً فالشيعة هم عمود ثاني ولا أحد يستطيع أن يعدهم خارج دائرة الإسلام إن معتقداتهم مقبولة عند عامة المسلمين كلهم إلى درجة أن صاحبها لا يصبح غير مسلم ولا يخرج عن دائرة الإسلام وذلك لأن كافة أهل السنة في باكستان صادقوا عليها ونتيجة هذه المعتقدات هي أن الرجال الأربعة الذين سبق ذكرهم آنفاً وكذلك أربع نساء كلهم فساق وفجار والعياذ بالله ومارقون عن الدين وكذلك صار أسوأ خلق الله على الإطلاق هو الإسلام بعينه وهل من أحد يستطيع أن يرفضه؟ يجب أن يعتقد أنه من لم يعتنق هذا الاعتقاد فلن يكون مسلماً ويجب علينا أن نشتم هؤلاء المذكورين كلهم ونستخدم بحقهم لساناً أكثر بذاءة وهذا ليس جائزاً فحسب بل هو جزء من الدين وواجب علينا أيضاً ومن لم يقبل بهذا المبدأ فهو خارج عن دائرة الإسلام وكل ما سبق من الشتائم وما إلى ذلك هو حق للشيعة فمن رضي به فمرحباً به فليعش ضمن الفرق الاثنين وسبعين بأمن وسلام ولا يستطيع أحد أن ينظر إليه شذراً أما من رفع عقيرته ضد هذه المعتقدات فلن نقبله داخل الإسلام بأي حال هذا ما يقوله بقية المسلمين بلسان حالهم إذن إن مبدأ التبرئة كريه وبغيض جداً وسأسرد بعض الأمثلة من الكثيرة مضطراً هنا كلام خبيث جداً بهذا الشأن لدرجة لا يمكن أن يتصور المرء وأن يكتبه مسلم ثم يقول لهم المسلمون الآخرون لا بأس إنكم مسلمون فلكم أن تقولوا ما يحلو لكم يقولون أن أبا بكر وعمر عاشقاء امرأة والعياذ بالله لا أستطيع أن أقرأ هذا الكلام وأضمرا عداوة لعلي بسببها هذا كلام خبيث وقذر للغاية إذ يهذون بحق سيدة طاهرة سيدة نساء الجنة وينسون لعدواتهم وخبثهم ماذا يقولون ولمن يسيئون مأخوذ من كتاب كام البهاء وخلافة الشيخين صفحة 41 ثم يقولون بأن عمر رضي الله عنه كان مصابا بمرض روحاني قذر لا أستطيع بيانه كتاب الزهراء نقلا عن الوحدة بين الشيعة والسنة صفحة 4 يقولون الشيطان هو أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه على منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صعد الشيطان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره ومد يده إلى أبي بكر ليأخذ بيعته ثم بايعه الصحابة الآخر رأى علي أن الجميع يبايعون وقال في نفسه فالأبايع أنا أيضا إذ لا فائدة من التأخر كأن الجميع قد صاروا مريدي الشيطان مختفين بآثاره هذا هو الدين وهذا هو الإسلام؟ هذا هو مكتوب في قانون باكستان وقد ختمت حكومة باكستان على أن هذا هو الإسلام بعينه هل هنا أدنى أثر من التقوى في هذا الكلام؟ هذه هي سياستهم التي يروجونها في العالم إذ يقولون أن حكومة باكستان وقانونها وأدباءها وعلماءها اجتمعوا لإصدار الفتوى أن الأحمديين قد كفروا إذ يقولون بأن الإمام المهدي قد جاء وهذه جريمة يقول الأحمديون أن منصب الإمام المهدي هو منصب نبي أمتي وأنه سيكون تابعا كاملا للقرآن الكريم وسيكون خادما لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن معارضي الجماعة يحسبون ذلك إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأن الأحمديين قد نهبوا النبوة كيف يمكن أن يكون الإمام المهدي نبيا؟ هذا ليس مقبولا في الإسلام على الإطلاق بحسب زعمهم غير أنه يمكن أن يقبل من هم هؤلاء الرجال الأربع ومن هم هؤلاء السيدات الأربع المذكورات آنفا وكيف سيعاملهم الله تعالى ومن هم أسوأ خلق الله ومن يجب شتمهم في الدين ومن بايعه الشيطان قبل غيره ويقولون كل هذا موجودا في الإسلام فماذا يؤلمكم بسبب كل ذلك؟ لأن هذا شأننا نحن ونستطيع أن نفعل بالإسلام ما نشاء وكأن الإسلام أصبح بمنزلة جارية في بيتهم والعياذ بالله ويقولون أيضا حيثما ورد في القرآن الكريم ذكر الشيطان مثل قال الشيطان كان المراد منه الخليفة الثاني عمر ويدعي الشيعة كلهم أنه هو المراد من الشيطان ويؤمنون بذلك والعياذ بالله يقولون هذا هو ديننا أي المراد من قال الشيطان هو عمر رضي الله عنه نقلا عن قرآن الإمامية الصفحة 512 ثم يقولون كان أبو بكر وعمر وعثمان كافرين وفاسقين حياة القلوب للبجلس باب 51 أي كان جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معدى ستة مرتدين ومنافقين هذا هو تعليم التبرئة أي الشتم ومن الذي يجب شتمهم فهم جميع الصحابة معدى ستة كان الحديث من قبل عن منصب علي رضي الله عنه ولم يترك هؤلاء الناس أي الشيعة من عظمته شيئا قط كان علي أشجع الشجعان ولكنهم يقدمونه كأجبن الجبناء والعياذ بالله كذلك يقدمونه كمنافق وهل من ظلم أسوأ من هذا يلسق بعلي رضي الله عنه يقولون قد أعطى يده في يد الفاسقين والفاجرين بل في يد أسوأ خلق الله ذلك الذي سارع الشيطان لبيعته وذلك حفاظا على حياته والعياذ بالله هل ترك من احترامه شيئا رضي الله عنه؟ إن علي الذي تضمن القرآن الكريم الإشارات إليه هو علي آخر غير الذي يصفه الشيعة علي المشار إليه في القرآن كان مخلصا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلصا للإسلام وكان صادقا ظاهرا وباطنا لم يكن كاذبا أبدا لا في ظاهره ولا في باطنه وهو الذي بايع على يد أبي بكر بصدق وصفاء نية وليس ذلك الذي شوهتم صورته بإلساق التهم الخبيثة به لدرجة أننا لا نعرف عن أي علي تتكلمون ثم انظروا إلى تصورهم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يقولون من قبل أن عيسى سيأتي وقد بذلوا كل ما في وسعهم لإثبات ذلك وقد ترك عيسى عليه السلام وراءه ثلاثين تلميذا وقد لعنه أحدهم وارتد آخر كان هناك نبوآت كثيرة عن مجيء محمد رسول الله والتي تؤكد أن خاتم الأنبياء سيأتي حتما وقال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكل ما كسبه صلى الله عليه وسلم في حياته بحسب زعم الشيعة هو ستة مؤمنين فقط ومئات الآلاف من المنافقين الذين كانت قلوبهم بحسب زعمهم غير طاهرة وكان يترأسهم أسوأ خلق الله ماذا ترك من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صلى الله عليه وسلم نبيا إلى العالم كله ولم يكن في نصيبه إلا هؤلاء المنافقون ولم تنتهي الشقاوة على ذلك فحسب بل أصبح هؤلاء الستة أيضا منافقين نعوذ بالله من ذلك إذ بايع هؤلاء أيضا على يد من كان رئيس المنافقين أي لم يبقي الشيعة شيئا منهم حصيلة حياة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب زعمهم هو أنه خلق حزب المنافقين واحدا تلو الآخر هذا هو ملخص الإسلام كما يتبين من معتقدات الشيعة لقد بيّن سيدنا المسيوح الموعود عليه السلام الأدلة بحق سيدنا علي رضي الله عنه في الخزائن الروحانية المجلد الثاني عشر ودافع عن صدقه رضي الله عنه وقال مخاطبا الشيعة إنكم أنتم الكاذبون وقد أتى عليه السلام بجميع الأدلة التي قدمتها لكم عندما قرأت مقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام حمدت الله تعالى على أنه ما من دليل قدمته لكم ولم يبينه المسيح الموعود عليه السلام أي قد قدم المسيح الموعود عليه السلام الأدلة كلها بنفسه وقال في الأخير مادحا سيدنا علي رضي الله عنه ما معناه تقولون أنه ركن إلى الصحابة الذين ارتدوا وداهنهم والعياذ بالله لماذا لم يستخدم فصاحته وبلاغته ولماذا لم ينصحهم إذ كان إنسانا مفوها وشجاعا باسلا ولكنكم قضيتم على شجاعته ووصفتموه كأنه كان أبكما لا يقدر على الكلام حتى ظل صامتا واجما أمام الخلفاء الثلاثة ولم يوضح لهم حقيقة الأمر يقول المسيح الموعود عليه السلام ما معناه أي بلاء نزل عليه أنه لم يستخدم البلاغة والفصاحة لجذب الناس إلى نفسه ولم يري حسن البيانة لإمالة القلوب إليه بل مال إلى النفاق والتقية وحسبه للعدى كالرقية أهذا فعل أسد الله؟ كلا بل هو افتراؤكم يا معشر الكذابين إنه كان حازا من الفضائل مغنما وكان بقوى الإيمان توأما فما اختار نفاقا أين من بعث هذا هو علي رضي الله عنه ذلك الإنسان الطاهر الذي كانت جلود الأعداء تقشعر لمجرد سماع اسمه وكان يسمى حيدرا الجرار والكرار اسمعوا عنه بلسان المسيح الموعود عليه السلام وسأقرأ بعض المقتبسات الأخرى أيضا وما أجمله من كلام وما أفضله من تعريف بسيدنا علي رضي الله عنه يقول عليه السلام أهذا فعل أسد الله؟ كلا بل هو افتراؤكم يا معشر الكذابين إنه كان حازا من الفضائل مغنما وكان بقوى الإيمان توأما ما أجمله من كلام وكيف ناشد علي رضي الله عنه بقوة لم يناشده بها غيره قط فقال وكان بقوى الإيمان توأما أي لا يمكن الفصل بينه وبين قوى الإيمان إنكم تتكلمون عن إيمان علي فاعلموا أنه كان بقوى الإيمان توأما فما اختار نفاقا أينما انبعث السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أنه يجب أن نرى أن الأمور التي ينسبونها إلى علي رضي الله عنه وإلى الأئمة هل نجد لنسبها أي تفائدة؟ قد يقول الشيعة كان علي يستخدم التقية ولكن إذا قدمنا مقتبسات من أدبياتهم لا ندري كيف سينظر إليها الشيعة أما عامة الناس فمعظمهم لا يعرفون ماذا يقول مذهبهم الحق أن مذهبهم في قبضة فئة معينة من علماء الشيعة وهم الذين يخبرون الناس في مجالسهم أو بعدها ما هو مذهبهم وإن عامة الناس لا يعرفون أود أن أقول شيئا عن الشيعة قبل أن أنسى وهو أن أساس مذهب الشيعة جيد جدا ألا وهو حب أهل البيت ولكن بعض الظالمين دفعوا هذه العاطفة الطيبة إلى جهة خاطئة ووضعوها على طريق خاطئ مما أدى إلى نتائج خطيرة ففيما يتعلق بحب أهل البيت لا يحق لأي شخص نبيل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترض عليه بل يجب عليه أن يحبهم أكثر من الشيعة إذ كانوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماديا وإيمانا وكان يجري فيهم دم النبي صلى الله عليه وسلم الجسدي والروحاني فكانوا نورا على نور ولكن إهمال هذا النور وقبول الظلم بحقهم إلحاد بحت إن ممارسة الظلم باسم حب الأطهار فكرة مخيفة جدا يرفضها العقل والنقل معا لا نظير لهذا الأمر في كلام الصادقين ولا في أعمالهم ولا يقبلها العقل وعندما تفعلون ذلك فإنكم تقتلون الصدق والحق وإذا فعلتم كل ذلك في حب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحق لكم أن تطيلوا لسانكم على خدامه صلى الله عليه وسلم تقولون أنه صلى الله عليه وسلم ترك خلفه ستة مؤمنين فقط وأما الآخرون فكانوا منافقين كلهم ثم حدث أن قال هؤلاء ستة أيضا والعياذ بالله ماذا نفعل ببقائنا خارج هذا الإطار فلننضم إلى هؤلاء المنافقين نحن أيضا هذا ليس دينا اتقوا الله واخشوه أما أهل البيت فصلوا عليهم حبا فيهم وادعوا لهم ولا تحولوا الحزن عليهم إلى ضرب الصدور ولطم الخدود قوموا في لجوف الليل بحسب سنة الأنبياء وصلوا عليهم وابكوا من أجلهم هذه هي الحسنة أما نقيض ذلك فهو إساءة إليهم واستخدام لسان بذيء في حق الصحابة الأطهار يقضي على الحسنات نهائيا لأن اجتماع النقيضين محال على أي حال إن المقتبسات حول هذا الموضوع موجودة وسأقرأ بعضها على مسامعكم كل هذه الأمور مذكورة في تفسير القمي تحت تفسير سورة التحريم ولما كان تفسير القمي تفسير الشيعة لذا لا ينشأ بحث التقية وعندما ألف صاحبه هذا التفسير استخرجوا منه كلام آئمتهم وقدموه علنا فهذا يعني أن هذا الكلام كان صحيحا عندهم لأنهم استنبطوا هذا المعنى من آية معينة وقدموا النصوص في تأييده إذ لم يكن ممكن أن يقدموا في تأييده نصوصا محتوية على النفاق والعياذ بالله فقد ورد في تفسير القمي ما معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها إن أبا بكر سيتولى الخلافة بعدي وبعده سيكون أبوك عمر رضي الله عنه خليفة سألته حفصة من أخبرك بذلك فقال أخبرني العليم الخبير وبحسب زعمهم كان الخبر يقول بأن رئيس المنافقين وأسوأ خلق الله سيتولى أمر الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقد فصل كلام علي رضي الله عنه في شرح نهج البلاغة وهو كتاب للشيعة الجزء السادس صفحة 293 فورد فيه فلما صلى أبو بكر الزهرة أقبل على الناس ثم قام علي وأزم من حق أبي بكر وزكر فضله وصابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبعياه أقبل إلى ألي فلما صلى أبو بكر الزهرة أقبل على الناس ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضله وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى علي وقالوا أحسنت ثم هناك مقتبسان من شرح نهج البلاغة بل هو مقتبس واحد ورد في مؤلفين مختلفين الأول هو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مجلد 2 الصفحة 219 والآخر شرح نهج البلاغة لابن الهيثم طبعة طهران مجلد الثالث وأقرأ عليكم ما ورد فيهما كان أفضلهم في الإسلام كما زعمت وأنصحهم لله ورسوله الخليفة الصديق وخليفته الخليفة الفاروق ثم ورد ما معناه لعمري إن مرتبتهما عظيمة في الإسلام وبموتهما أصيب الإسلام بجرح خطير رحمهما الله وجزاهما على حسن أعمالهما أقول في هذه العبارة أمر جدير بالانتباه وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد وصف هنا بخليفة الرسول ووصف عمر بخليفة أبي بكر رضي الله عنهما فعلى هذا المنوال ماذا سيسمى علي رضي الله عنه عندما يأتي دوره من هذا المنطلع سيسمى خليفة عثمان طبعا يجب على الشيعة أن يفكروا ما هي النتيجة ذلك أنا أخبرهم بالجواب وهو أن علي رضي الله عنه لم يقصد هنا أن عمر لم يكن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بل كان خليفة أبي بكر لو كان المراد هو خليفة أبي بكر لا قضي على خلافته أيضا أي على خلافة علي رضي الله عنه بل المراد هو الذي سيأتي بعده لأن من معاني الخليفة من يجلس مقام من سبقه فقال من حيث التاريخ أن أبا بكر سيتولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتولاها عمر رضي الله عنه فأنا أرد من جانب أهل التشيع على اعتراض أثرته أنا وهذا هو الجواب الحقيقي ولو لم تقبلوه لما بقي علي رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل لأصبح خليفة عثمان رضي الله عنه والآن اسمعوا رواية أخرى رواها علي رضي الله عنه وهي مذكورة في كنز العمال عن ابن شهاب عن عبد الله بن كثير قال قال لي علي بن أبي طالب أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لسميته وقال لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلته جلدا وجيعا يعود تاريخ هذه الرواية إلى زمن كان علي رضي الله عنه خليفة وبحسب شرح الشيعة لا يبقى مجال للتقية قط ولو كانت موجودة من قبل والعياذ بالله إننا ننكر التقية على الإطلاق فلما كان علي رضي الله عنه خليفة فما معنى التقية عند إذن يقول علي رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلته جلدا وجيعا يجب على السيد مير أحمد علي أن يشكر الله تعالى أنه لم يخلقه في ذلك الزمن وإلا لا نعرف إلى ما كان سيأول حاله إذ كان ممكنا أن يسلخ علي رضي الله عنه جلده أي جلد مير أحمد علي على ما يقوله ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه وسيكون في آخر الزمان قوما ينتحلون محبتنا والتشيع فينا هم شرار عباد الله الذين يشتمون أبا بكر وعمر انظروا كيف قلب أسد الله الموضوع تماما كان الشيعة يسمون أبا بكر وعمر الشريرين ولكن علي رضي الله عنه يقول بأن قائلي هذا الكلام هم الأشرار الذين يسمون عباد الله الأطهار هؤلاء أشرارا ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه وهذه الرواية مأخوذة من منار الهدى صفحة 273 ومعناها عندما حانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه دعا عمر وعينه خليفة فسمعنا وأطعنا ونصحنا وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة كانت سيرته طيبة وخلافته مباركة جدا أقول هؤلاء هم الأطقياء ما كانوا يبغضون بعضهم بعضا بل كان بينهم الحب والود هذا ولن تجدوا في كتب الشيعة أي نص أبدا جاء فيه أن علي رضي الله عنه شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هذه العادة الخبيثة لم تكن موجودة في ذلك الزمن قط بل اخترعت فيما بعد إن عامة الشيعة المساكين لا يدرون ماذا يفعل بهم إن الذين يعقدون مجالس العزاء بهذا الشأن يتجاذبون أديال الأحاديث فيما بينهم ويسيئون لمذهبهم بل سيقع عليهم وزر عامة الناس أيضا يوم القيامة حين يمثلون أمام الله تعالى والآن إليكم نص حاسم من كتاب كشف الغمة وهذا النص يشكل قولا فيصلا وهو كلام الإمام الرابعي سيدنا زين العابدين رحمه الله الإمام الأول عند الشيعة هو علي رضي الله عنه ثم الإمام الحسن ثم الإمام الحسين الشهيد في كربلاء والإمام الرابع هو علي زين العابدين رحمه الله الذي يحتل بحسب معتقدات الشيعة مكانة مرموقة جدا فقد ورد في كشف الغمة ما ألخصه لكم يقول سعيد بن المرجان ما معناه كنت ذات يوم جالسا عند الإمام زين العابدين علي بن الحسين فقدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما فرغوا من كلامهم قال لهم ألا تخبروني هل أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قالوا لا قال فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قالوا لا قال هل أنتم أولئك الأنصار الذين قدموا التضحيات من أجل المهاجرين حيث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن بعضا من إخواننا عازبون ونحن متزوجون بأكثر من واحدة فلو أمرتنا لطلقناهن لتزوجهم بهن ونقدم لهم بيوتنا وأموالنا فاقسمها بيننا وبينهم نصفا نصفا إنهم إخوتنا الذين نهبوا في سبيل الله قال الإمام هل أنتم الأنصار المذكورون في القرآن أم أنتم غيرهم قالوا لا لسنا أولئك الأنصار أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا عني فعل الله بكم ما أعظمه من دليل وكيف رد الإمام على هؤلاء الظالمين بعلم سألهم أولا هل أنتم مهاجرون قالوا لا قال هل أنتم من الأنصار قالوا لا أن لنا أن نكون أنصارا قال قد شهدتم شهادتين والآن اسمعوا شهادتي لستم من الذين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بل أنتم ذو دغينة اخرجوا عني أية مناسبة كانت للتقية حينذاك ثم انظروا إلى قوة الدليل فلا يقع على الآية قيد البحث أدنى ظل للتقية وما شابهها بل هي بحد ذاتها شمس ساطعة وعظيمة حضرت ابو بكر اور حضرت عمر دونوں عدل و انصاف کرنے والے امام تھے دونوں حق پر تھے اور حق پر ہی فوت ہوئے اور قیامت کے دن ان پر خدا تعالیٰ قرامت ہوگی بس اللہ کرے کہ ہمارے یہ شیعہ بھائی بھی حق کو قبول کریں اور حق کی پر فوت ہوں تاکہ اپنے آئمہ سے اور خدا کے پسندہ لوگوں سے جاملیں اسلام علیکم قرامت ہوگی